موسيقى الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت السميع العليم أسأل الله العظيم بمنه وفضله وجوده وكرمه أن يجعني وإياكم من خير عباده الصالحين إنه جواد كريم أنا سعيد اليوم بتواجدي معكم أيها الأخوة الكرام وأسعد أكثر بمداخلاتكم أرقام التواصل الموجودة معكم على الشاشة أهلا وسهلا بكم جميعا لا يخفاكم يا إخوة الكرام أن هذا الدين وأن هذه الشريعة وأن هذه البشرية تحتاج لأحد يرشدها ويبينها ويدلها للطريق الصحيح الذي تعيش فيه لا يستطيع الإنسان أن يعيش في هذه الحياة ويشتهد جدا من رأسه بس أنا شو استحسنها عقلي وراسي يلا امشي معه نحن مأمورين باتباع الأوامر من الله عز وجل والأوامر من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم باختصار أن نتبع شريعتنا شريعة الإسلام التي جاء بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم قبل ما أدخل للسيديو قبل شوي وقفت على تغريدة جميلة أعجبتني التغريدة تقول أن لما كان أبن نوح عليه السلام امتنع أن يتبع أباه لما قال له يا ابني يركب معنا تعرفوا قصة أنوح لما ركب في السفينة وبن السفينة في الصحراء وجلس ويضحكونت شو تسوي شو تعملت ابني سفينة في الصحراء فنوح عليه السلام بنى وكان ينادي تعالوا وركبه فنادى ابنه قال تعالوا اركب معنا قال لا ابنه قال لا أنا سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصمة اليوم من أمري لا يا أخي ما أحد اليوم ما في أحد تعالوا اركب هذا ابن نوح لما حكم عقله قال لا هذه سفينة صحراء لا خني أنا أتبع عقلي بصعد لأقوى أعلى الجبل كانت النتيجة لما الإنسان انحارف عن امتثال أمر نوح عليه السلام نبي كانت النتيجة أنه كان من الغارقين غرق الرجل وهلك إذن مو بدأي من الإنسان والله عقلي 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 شو عقلك قادك إلى المهالك لا يا أخوه الكرام احنا عدنا علماء وعدنا دين وعدنا أسس وعدنا ضوابط لابد من خلالها نستقي هذه الشريعة كل شي على المزاج لا حال الفتوى ومن تأخذ الفتوى وكيف أن أزل الفتوى أنت تحتاج فتوى معينة وهذا الشخص الذي أمامه تحتاج فتوى معينة وانت تسمعني تحتاج فتوى معينة وغيرك تحتاج فتوى أخرى تماما إذن الموضوع يعني متشاعب وفيه أسس وفيه ضوابط وفيه قواعد من خلالها يستطيع يعني الإنسان يرشد الإنسان الصحيح للفتوى التي يريدها مو بكل أحد جاك وقال لك خذ هذه الفتوى ومشي فيها لما كانت النتيجة أننا أخذنا الفتوى من كل أحد هلكت للأسل الكلام جديد جميل لكن بعدني بواصل بس بعد هذا الفاصل الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه جميل خلونا نواصل ما توقفنا عنده أنا لا بد أزيد تفصيل لأن الموضوع مهم يا أخوة الموضوع مهم لما نقول موضوع مهم لأن إهمال هذا الباب وإهمال هذا الجانب أدخلنا في متاهات أو أدخل شبابنا والنشأ والناس والمجتمع كل شراح المجتمع وقعت في مشكلة كبيرة متى؟ لما ما ضبطت الفتوى أو من وين تأخذ الفتوى ومن هو المرجع الصحيح للفتوى؟ لماذا؟ هذول الناس اليوم الذين حملوا السلاح وخرجوا على الدول وعلى ولاة الأمور وأفسدوا وفعلوا الفعايل وفجروا في دولهم وحملوا القنابل الناسفة وشتتوا الأسار ورملوا النساء ويتموا الأطفال وهدوا البنيان هذول من وين يوم؟ من وين يوم؟ من وين طلعوا من الأرض وحملوا سلاح؟ أم هناك أناس؟ هناك أصحاب للأسف الشديد؟ والله للأسف الشديد أني أقول هذا الكلام وأنه كلي ألم أن هناك من يالس يشتغل أو هناك من سلك سبيل وفتاوى معينة هم بالحقيقة جالسين يشوهون صورة كل إنسان مستقيم ملتزم في هذه الحياة للأسف الشديد متعب مؤلم لما تجد إنسان يعني هيئة هيئة إنسان على قولتهم متدين وكذا وبالنهاية الرجل هذا يا أخوة يا كرام جالس يحث الناس على الخروج على ولاة الأمر وعلى الحاكم على التفجير وعلى القتل بسم الحرية نحن نبغيكم تتحررون من إيش؟ من العبودية من قال لك إحنا عبيد؟ إحنا عايشين بخير عبد الله أحرار يا رجل مفتاح سيارتي هذا بجيبي وما أبغي أطلع وأدخل وأعبد الله ومسجد لا أنت عبيد لمن عبيد؟ للطواغيت من طواغي الحكام؟ يا رجل قوله غير هالكلام ولا مرة جاني الحاكم ولي أمر قال لي تعال اسجد لي ولا تعال ركع لي ولا قال لي أفعل كذا ولا بقص راسك يا رجل أنا حين على هذه الشاشة أتكلم وبيكل صراحة ما خليت ولا بقي الحمد لله رب العالمين ما سمعت إلا الخير الله ملك الحمد فهذول الناس لما اشتغلوا على شريحة بعض الشباب اللي عندهم شيء من الجهل وعدم فقه في الدين كانت النتيجة مرة جدا أخذهم إلى ساحات القتال وما يسمى بالجهاد وهو 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 إذن أنا اليوم موضوعي معاكم يا أخوة الكرام إحنا نبغي نتكلم عن الفتوى وأهميتها وكيف النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يوزع الفتوى لكل إنسان شو يستحق يا أخي تختلف الفتوى لك أنت ولك أنت كذلك تختلف واللي فلان تختلف ما يصير أني أنا أعطي فتوى بشكل عام كذا هذا الشخص قد تكون فتواي له ما تناسبه أصلا ما قدر أنا أفتيك فيها لأن هذه الفتوى لك أنت لا تضرك أنت أنا عارفك ضعيف الدين فلان قوي في الدين أنت ضعيف الدين وأعطيك شيء ثاني يناسب وضعك عقلك فكرك جسدك قوتك وهكذا وسنقف على مدلولات في السنة النبوية لذلك يا أخوة يا كرام إذن أرجع وأصل وأقعد لابد أن نضبط مرجعية الفتوى اليوم الدول أصبحت عندها مرجعية الحمد لله رب العالمي يجعل الفتوى تأخذ من أهل العلم الثقات الكبار الذين شهدوا لهم أهل العلم بالفضل لا يشهد له فلان وعلان في الإستقرام و في تويتر أوه فلان طالب علم قوي أو شيخ لا 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 الذين شهدوا له أهل العلم والفضل والمكانة في الدين الذين شهدوا له قالوا لك هذا هو العلم قالوا لك أن فلان طالب علم أو شيخ خذوا عنه أنا أخذ عن هذا ما أخذ ديني عن أي أحد لا إن هذا المدين فانظروا يعني تحروا عن من تأخذون دينكم تأخذ دينك من كل هب و دب النتيجة مرة تراها دينك يكون ركيك دينك يكون ضعيف دينك متاخب الكلام جدا كبير لا تستهينوا فيه يا أخوة يا كرام لا أخذوا الأمور بجد وعدم ميلان للهوى لأن البعض يتبع الرخص وجاء في الخبر من تتبع الرخص فقط تزندق إذا الإنسان يلس يدور كل عالم يفتيه يدور أي واحد يقول لي يجوز يدور يبحث الانترنت هذا قال لا مكروه لا 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 أخوة أبغي واحد يقول لي يجوز ما يصير يا أخوة هذا الدين نحن مؤمورين نتبع الكلام المبني على أدلة من الكتاب والسنة والقول الراجع من أهل العلم هذه المسألة والله القول فيها مرجوح كذا أخذ وعبد الله فيها ما تبع هواي ومزاجي لذلك يا أخوة كرام كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي الفتوى كل إنسان لمن يستحقها يعني أضرب لكم مثال جاء رجل قال يا رسول الله أي العمل أحب إلى الله قال له الصلاة في وقته جاء رجل ثاني قال يا رسول الله أي العمل أحب إلى الله قال له إيمان بالله ورسوله طيب ليش تغيرت الفتوى ليش هذا قال له الصلاة على وقتها وليش هذا قال له أن تؤمن بالله عز وجل أهل العلم والفقهاء والعلماء يقولون في ذلك حكمة هذا الكلام مش أبث لما النبي صلى الله عليه وسلم يعطي هذا شيء وهذا شيء آخر قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم حال هذا الشخص يعلم هذا الشخص أن مقصر في صلاته راح قاله أي العمل أحب إلى الله قال الصلاة في وقتها هذا من أحب العمال إلى الله ليش لأن قال لك أنا أعرف هذا الشخص شوي مقصر في صلاته ضعيف في فروضه إذن أنا يجب علي أني أعطيه بور أعطيه حافظ أعطيه أعطيه شجعة يقومه حتى يقوم بالعبادات التي ترضي الله عز وجل لذلك قال الصلاة في وقتها جاء لي رجل ثاني مثلا قال أي العمل أحب إلى الله قال إيمان بالله ورسوله ليش قال إيمان بالله قد يكون النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن هذا الأنسان ضعيف إيمانه عنده شك في إيمانه عنده شك في نبوة النبي صلى الله عليه وسلم أو في دين الله فألا أنا خلني أعطيه أعطيه شيء الذي يناسبه فتنوع حال الفتوى من شخص لآخر لابد أن يمارسه إنسان عنده فقه عنده دراية بالمصالح والمفاسد التي يحتاجها أفراد المجتمع ممكن إنسان تروح تقول له لا أخذ هذه الفتوى هذه الفتوى أنت تناسبك ما يصير يا أخوة يا كرام ما يصير بالطريقة هذه رح تهدم بيوت وتنهار أسر إذا بالطريقة هذه يعني أنا أقول لك حاجة أنا يتصل فيني شخص يقول لي أو تتصل مثلا أخت أو أخ يا أخي الكريم أنا والله عندي مشاكل مع زوجتي وأنا أفكر أطلقها مثالا أضرب لكم مثال طيب أنت خلنا نفرض الرجل قال والله أنا زوجتي ما تصلي ولا تعبد الله ولسانها طويل ومقصرة في البيت وأنا خلاص هممتني أطلقها أنت تسأل أهني تقول لهم فلان نعفهم كم عمر زواجكم والله عمر زواجنا عشرين سنة عندكم عيال هي والله عندنا عيال خمسة أو ستة عيال طيب أستاذ هذا مش وقت طلاق هذا الوقت هذا العمر كم عمرك فلان والله عمري ثمينة واربعين سنة زوجتك كم عمرها أربعين سنة هل هذا العمر عمرني أنا أفتيك أقول لك رح تطلقها زوجتك ما تصلح لأنها ما تصلي وهذه بتخرب عيالك وبناتك بيطلعون مثلها ما يصلون لأنها ما تصلي لا يخوه لازم نفهم لازم الفتوى تنزل منزلها الصحيح تنزل منزلتها الصحيحة يعني شو لا هذا أقول أصبر عليها انصحها وجهها ارشدها لعلها تنتبه تصل علي شخص توم الزوج أو إنسان مالت في الملجة قالوا سعوكم شيخ زوجتي ما تؤمن بالصلاة أوف ليش هتقول أنا ما أبغي أصلي ما أحب أصلي صح الصلاة دين وفرض ولله فرض بس أنا ما أحب ما أبغي أصلي هذا شو تقول له هل هذا بتقول له مثل ما قلت حق الثاني اللي عمره 45 سنة وزوجتي عمره 40 عندهم خمسة ابناء وعلاقتهم الزوجية 20 سنة اختلف الوضع هذا له شي وهذا له شي آخر هذاك أنت تقول له لا فلان نصحتها كلمتها هي والله نصحتها كلمتها ما استجابت ما في مصرع على رأيها ما بطيعة حاولت هي كلمت حد من أهلها من أخوانها أمها مثلا تنصحها جربت طرح الرجل سلك السبول المعينة لصلاحها ما في فايدة المرة ما تغيرت هذا شو نقول له خلونا واقعين موجينا واحد الحين يدخلي يتصل لا والله انت خربت بيت بيت الأسرة هذه لا هذا واقع يا إخوة هذا شو نقول له نقول له سامحني هذه البنت ما تصلح لك قولها يا بنت الناس هل مستعدت تتغيرين ولا إمساكم بالمعروف أو تسريحهم بإحسان يا تبقي معي عشان ربي أسرها على طاعة الله ورسوله وعلى نمط يرضيه الله عز وجل على يعني دين الله حياة الله إذا أنت بالطريقة هذه سامحيني أنا ما استطيع يعيش معك والله سهل أمر شو مع السلامة مبهضة الصح هذا الصح يا أخوة ما يصلح هذا أني أقول له لا 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 عيش به أمور طيبة كيف أمور طيبة أي بركة أي سعادة حل في حياتي امرأة ما تصلي ما تركع والعق صحيح إذا اتصلت حرم عشان ما يقولون فيصل بس يالس ينصر الرجال و يالس يذنف النساء حتى لو اتصلت امرأة و قالت نفس الكلام زوجي كذا 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 فإذن يا أخوة يا كرام احنا لابد أن ننزل ننزل الفتوى منزلها الصحيح حتى نفهم و نعرف كيف نتعامل مع أفراد المجتمع حتى ما نجيب العيد على قولتهم حتى ما ندمر ربيوت الناس حتى ما ندمر أفراد المجتمع و من يعيشون فيه يا أخي ريح نفسك كل إنسان معتدل وسطي تخدين الله عز وجل من أهله الثقات المعتبرين والله ترتاح ترتاح تطمئن اليوم اليوم خرجوا لنا بعض الناس يعني يقول لك لا أنتو أنتو تخذون دينكم عن العلماء و جعلتوا فتوى العالم كأنها قرآن من الله عز وجل و غير قابل للنقد و كذا و أنت ما بقى غير تألهون العلماء و العلماء و عطلتوا العقل فقط اتباعكم العلماء العلماء هذا الكلام باطل هذا كلام باطل يأتيك البعض يلبس عليك من هذا الباب شو يبغي يبغي يقول لك فلان ما عليك من العلماء خذرايك شو عقلك يقول طبق في حياتك و مشي أنت بخير معنى الدنيا سهلات هذول يا أخوة يا كرام دعاة إلى أبواب جهنم من تبعهم قذفوه فيها قال وصفهم لنا يا رسول الله قال من الفاظ الحديث قال هم من بني جلدتنا و يتكلمون بأنسنتنا دعاة إلى أبواب جهنم أي نعم فيأخوة انتبهوا من هذول اللي اللبسوا على الناس دينهم انتبهوا العالم له مكانت و لها قدره و احترامه العالم إذا قال قول مخالف الكتاب و السنة مثلا و الإجماعات نقول استريح الله يسلمك تبقى مكانتك و احترامك و إجلالك و قدرك لكن أنت في هذه المسألة خلفت فيها الصواب و أنا أخذ بقول العالم الثاني هو أقرب للصواب هل يعني هذا نزندق العالم هذا و نتهمه أنت فيك و فيك لا تبقى لها مكانت و احترامه لشي يقول هذا الكلام حتى ما يقولون أنت والله المطاوعة تجعلون نحن نمشي وراكم مثل القطيع و تبقون بس الناس يسمعون كلام العالم ويرجعون ولا يخرجون عنه لا كيف خرجت المذاهب الأربعة كيف خرجت عندنا أربع مذاهب مذاهب الحنبلي مذاهب المالكي المذاهب الشافعي المذاهب الحنفي كيف خرجت هذه خرجت يا أخوتي كرام أن هذا عند راي هذا عند راي هذا عند راي دونت هذه المذاهب وصاروا لها أتباع في واحد من هذول المذاهب الأربعة تهم الآخر أن أنت منحرف وظال ومبتدع لا ما في هذا الكلام كله الواحد يحترم الثاني مع أني خالفتك مع أني خالفتك في هذا الرأي خالفتك في هذه الفتوى خالفتك في هذا التوجه لكن أنا ما زلت أحترمك وأحبك وقدرك ويوم أشوك وأخذك بالأحضان و أحبك على راسك و لك منزلتك و كيانك هنا محلك على راس عالي هذا السلوك الذي نريد أن نمارسه في حياتنا هذا السلوك الذي لابد أن يتحقق في حياتنا و مع كل من نعيش معه و ليس فقط مع العالم أي إنسان أنا أختلف مع صديقي أختلف مع فلانا يا أخي نحن اختلفنا لكن نتفق في أمور أخرى ما أجمل أن نختلف ولا نفترق خلونا نختلف ليس مشكلة الأمور و أمور واسع لكن لا نفترق لا تخلينا نفترق أنا و أنت بسبب خلافات بسيطة يسوق الخلاف فيها هذا فقه هذا فقه لذلك الإمام الشاطبي يقول الإمام الشاطبي يقول يقول من أكبر أسباب الخلاف عدم معرفة فقه الخلاف فهمتوا ماذا هو الإمام الشاطبي و إمام بن سعدي رحمه الله تعالى صاحب التفسير من أكبر أسباب الخلاف عدم معرفة فقه الخلاف الإنسان لما ما يعرف ما عنده دراية ما عنده حصيلة علمية في كيفية التعامل مع الخلاف كيف سوي وقع خلاف بين كذا وكذا كيف تعامل مع هذا الخلاف نتجد لنا هذه اللي نشوفه اليوم تناحر وتراشق سب وطعن وقذف ولمز وغيره في المحطات وفي برامج التواصل الاجتماعي بشتى أنواع ليش لأن يجهلون ما يسمى بفقه الخلاف لأنه يا أخوي كراما نستنير نفهم كيف نتعامل مع المساء التي وقع فيها الخلاف طيب النبي صلى الله عليه وسلم حتى كانت عنده وصايا وصايا في شو يعني يأتي بعض الأشخاص يقول يا رسول الله أي العمل أفضل يقول له مثلا مثل ما أسلفنا إيمان بالله واحد ثاني قال له الصلاة على وقتها يأتي واحد ثاني يقول يا رسول الله أوصني يقول ليش أوصني يا رسول الله أوصني شو توصيني فهذا الرجل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم تخيلوا إنسان جاء من مكان بعيد يلتقي بمحمد صلى الله عليه وسلم يقول له أوصني فهو يبغي يبغي وصية عظيمة كبيرة فعلا يعني أحتاجها في حياتي وأحتاجها أعيش معها ما أبغي أستغنى عنها هذه الوصية شو الوصية يا ترى هذا النبي صلى الله عليه شو قال له أوصني قال لا تغضب شو لا تغضب يا رسول الله كررها له ثلاث مرات يا رسول الله أوصني يعني كان يقول لي يا رسول الله أنا يعينك من بعيد أبغي وصية عطني وصية دخلني الجنة شي شو أصلي كيف أصلي كيف أصونك أوصني تقولي لا تعصب لا تغضب فرجع كرر له قال يا رسول الله أوصني قال لا تغضب رجع بالمرة الثالثة يا رسول الله أوصني قال لا تغضب ليش النبي صلى الله سلك هذا السبيل مثل ما أسلفنا لعل نبي صلى الله يعلم أن هذا الإنسان عصفي و أن هذا الأنسان ممن يفور دمه على طول و هيج و ما عنده كنترول على قولتهم فيه على عصابة ما يستطيع يتمسك بنفسه إذا أحد غلط عليه و أحد زل عليه و أحد قال لشي يهجم هجوم بيضارب خلق الله و بعض الناس نعم صحيح فيهم هذا طبعا و صلى الله عليه الدين الجميع فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أوصني و هذه الكلمة شريحت اليوم بكتب و مصنفات أي كلمة؟ كلمة لا تغضب النبي صلى الله عليه وسلم يا أخوة أتيت جوامع الكلمة شو يعني؟ يعني بسلم يتكلم بكلمة هذه كلمة تكتب فيها مجلدات هذا حديث أوصني ادخل مثلا في اليوتيوب ادخل مكتبات اكتب شرح حديث لا تغضب اسمع تسمع محاضرة كاملة مدة ساعتين ساعة و نوص ساعة فقط يشرحون كلمة يا رسول الله أوصني قال لا تغضب بس يشرحون هذه الكلمة ليش؟ لأن اليوم احنا شو اللي دمرنا شو اللي أفسد بيوتنا شو اللي أفسد علاقتنا مع الناس شو اللي أفسد علاقات الدول بعضها البعض إلا هذه العصبية والحمية والتشنج وعدم السيطرة على هذا الشعور الداخلي ألا وهو الغضب أدت وصلنا لنتيجة لا تحمد عقباها من تمزق أسر و ضياع أبناء و غيرها من الأمور التي لا تحمد عقبها يا أخوة الغضب شرح عظيم شرح عظيم لذلك الشيطان يئس أن يعبد في جزيرة العرب ولكن بالتحريش بينكم مجلس يحرش بين هذا و هذا يحرش بينهم عشان هذا يعصب يقوم يضارب مع هذا لذلك جاءت الحديث النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول يقول ليس الشديد بسرعة مو بالشديد اللي يصار أخيرا قال الله أنا قوي و طلع لكم عضلاتي و بضاربكم لا إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب هذا الشديد هذا الاستطاع أن يكظم غيظة ها يعني هو قادر أن ينفذه قادر أن يعني ينتقم قادر أن يمديد عليك لكن مسك نفسه هاي فيها حديث يا أخي غاب عني ايش يا ربي الحديث أظن أنا زعيم ببيت في وسط الجنة نسيته المهم المهم الحديث هذا يعني يقول شو يا أخوة يقول أن الإنسان اللي يستطيع من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه بين الله عز وجل و بيته في الجنة شيء كذا وهو بداية الحديث من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه جعل الله عز وجل له كذا كذا من الأجر والثواب يوم القيامة إذن يا أخي يمسك نفسك لا تضارب الناس لا تعصب للناس هين خير عين خير مع أهل بيتك مع عيالك مع تضارب الناس وتشتم هذا ما رح يبقى لك أحد ولا راح نعيش مثل مطمئني ولا راح أسعدان أبيه بينكم متعبت من الوقفة و أحتاج أني أجلس شوي و نوصل إن شاء الله فيا أخوة يا كرام يعني الموضوع الموضوع هذا جدا مهم و لما تجد أن السنة النبوية أرشدتنا كثيرا كيف أننا فعلا نستطيع نستطيع أن نسيطر على غضبنا إذا الإنسان هذا عصب صار لموقف يستدعني يا عصب لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم شواته ثنين من صحابته دار بينهم شجار و كذا و قيله و قال فماذا قال صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلكم على كلمة لو قلتموها لذهب عنكم ما أنتم فيه قال بل يا رسول الله قال أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم استعيدوا بالله من الشيطان الرجيم بيروح عنكم هذا اللي أنتم فيه من هم و غم و غيره فالإنسان العاقل يا إخوة يا كرام يستعيد بالله من الشيطان الرجيم يستعيد بالله من الشيطان الرجيم إذا وقع له شيء من الغضب جاء في السنة النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال يعني إذا غضب الإنسان وهو كان واقف فليجلس يجلس ليش يجلس قالوا إذا كان جالس وما زال غضبان فليتكأ يتكأ على جنب ليش لأن الجالس يا إخوه غير عن الواقف أنا يوم واقف وأنت جالس تكلمني في وجهي تكلمني في وجهي وأنا مديت إيدي لك شو بتسوي مثلا صح أنا مديت إيدي لك أنت ضربت إيدي لأن أنا رافع إيدي فأحنا مهيئين للقتال على قولتهم نحن مهيئين أن تقع المشاجر بيننا مدام إحنا واقفين لذلك قال نبي السلام فليجلس لكن إذا أنا كنت جالس أعضائي هذه كلها ملتم السكون والهدوء يعني يسيطر علينا وعنما لكن يوم أنا واقف فضرز عضلاتي لمن يقف بجنبي تقع المصيبة بالطريقة هذه فقال يجلس قاله فإن استمر بك الغضب يعني خلك على جنب فاتكأ على جنب حتى يزول ما نحن فيه الغضب غضب مفتاح شر يا أخوة مفتاح شر عظيم أسأل الله عز وجل أن يحفظنا جميع ويبعدنا من هذه الأمور حقيقة اللي أفسدت أخلاقنا أفسدت سلوكياتنا اليوم لكن اليوم كيف تستطيع تميز إنسان عاقل ركيز رشيد من وراء هذه الأشياء صراحة يعني فينا البعض واحد يلف عليه شوي في الشارع يبطل الباب عادي ينزله في الشارع وتقع المصيبة التي لا تحمد عقباها أبدا فيا أخوة لا يعني عدنا من الأمثلة النبوية الكثيرة جدا التي حثنا عليها النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم في تجنب الغضب طيب هذا استطراد بسيط أنا خرجت فيه بما يخص الغضب لأن الموضوع جدا مهم أنا دائما أقول الإنسان اللي يعصب ويزعل صار لك طولت لك مشكلة مع إنسان يا أخي شل عمرك طلع صار لك موقف مع زوجتك مع الشي طلع بره يا أخي روح وشرب لك شاي كارك ولي حاجة ورجع بس هذا مش كارك هذا كوب ماي فطلع بره يا أخي روح وشرب لك شي حاجة وخلي تهدأ نفسي أخي ابعد لا تخلي الشيطان يكون حاضر في المجلس اللي أنتو فيه ودريها بخير وسهلات إن شاء الله يزعل عليك اليوم واحد ويشد عليك شوي بعد شوي بيهدأ بتهون النفس وبتنتهي المشكلة تماما ولا كأن شي صار أبدا والحمد لله يا رب العالمين إذن يا أخوة يا كرام نرجع للنبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يتعامل مع من يريد الفتوى كان صلى الله عليه وسلم أحيانا يضرب الأمثلة لمن أراد أن يسألها عن شيء ما كان يجيب فقط هكذا يستطرد يعطيه يوضح للأمر أكثر ما حكم كذا حلال لا حرام بس خلاص لا قد أنا أعطيك زيادة معنى زيادة توضيح حتى تستنير وتطمئن نفسك لأن كما يقولون بالمثال يتضح المقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم يحكي لنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبي مثل قالوا ذرة من كبر ما يدخل الجنة إنسان اللي فيه كبر ويتعظم على النار شايفنا هذا ما يدخل الجنة لأن الكبر والغرور من أنت تشوف نفسك على خلق الله المهم ما أبغي أتوسع لأن أنا أعرف نفسك لأن أسكت كلمة بروح فيها وأشرق أنا أبغي عندي مادة أحاول أن ينهيها بإذن الله عز وجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلب مثل ذرة من كبر قال أحد الصحابة يا رسول الله أني أحبه أن يكون نعلي حسان وثوبي حسان يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم لا الحق وغمط الناس الكبر أنك تتكبر على الحق اللي هو دين الله عز وجل سنة رسول الله وغمط الناس احتقار الناس هذا هو الكبر أما الإنسان الذي يلبس ويتكشخ ويتزين بما أباح الله عز وجل هذا ليس كبر ولا غرور هذا ليس كبر ولا غرور فالنبي صلى الله عليه وسلم زاد أزياد التوضيح هنا قال يعني والحديث أصلا لا يدخل الجنة من كان مثقال في قلبه مثقال وذره من كبر قال الصحابة رسول الله نحب أن يكون إنسان ثوبه حسن ونعلى حسن فقال لا يعني هذا ما يدخل لا بل زاد توضيح قال الكبر هو بطر الحق وغمط الناس الكبر بطر الحق وغمط الناس ترد الحق وما تعمل بالحق اللي هو الكتاب والسنة والدين يا ما كثرهم اليوم اللي يسلكون هذا السبيل يلف ويدور على نصوص الكتاب والسنة على مزاجه وهواء يبغي يمرر أجندته ومزاجه وميولات وهواه على شو على دين الله يركب على دين الله عز وجل عشان يصل لمبتغاه الدني الغير سوي تبهوا يا أخوة يا كرام المؤمن يقف عند حدود الله عز وجل وما كان ليمؤمنين ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أم خلاص الله عز وجل ورسوله قالوا شيء سمعا وطاعا يا رجل سمعا وطاعا شو ما شو هو الإسلام لما نقول فلان مسلم شو تعريف الإسلام الإسلام هو الانقياد الاستسلام الانقياد هو أمر الله عز وجل ورسوله أنا مسلم يعني أنا مستسلم لأمر الله عز وجل ورسوله هذا هو الإسلام مش الإسلام يا أخوة يا كرام شغلة مزاجه كيف أنا أمشي على هواء شو مزاجه يقول أنا أبغي ما في لا لا ما أبغي ما أعجبني شو ما أعجبك أستاذ وين جلسين إحنا وين جلسين إحنا ما أعجبك لا لا الموضوع كبير عندنا زيادة تفصيل وتوضيح لكن إن شاء الله بعد هذا الفاصل نشوفكم على خير الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام وعلى أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين توقفنا يا أخوي كرام وقلنا أن الإنسان يعني صاحب الفقه صاحب الدراية لابد أن يعطي ويضرب الأمثلة حتى يتضح المقال للناس ويتضح المراد للناس لا تعطي الكلام هكذا فقط وتمشي لا أبيل الناس خل الناس تطمئن شوي أكثر يعني أقول لكم قصة جميلة صارت لي مش جميلة لا هو موقف يعني تألمت عليه ابنه يعني جزء منه جزء منه جعلني أتألم وجزء منه جعلني أستبشر خير كنت في دائرة من دوار الحكومية فدخلت أبغي أقضي حاجة لي فكلمتني أخت قالت لي فيصل بن سويد قلت له هنا أنا فيصل بن سويد كيف حالك حياك الله تكلمني على حياة مسكينة قالت لي يا أخي صحيح أن الإنسان يقرأ صورة البقرة 40 مرة يعني البنت التي تريد أن تتزوج هل صحيح أن تقرأ البقرة 40 مرة فقلت له لا يا أختي ما ثبت في هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وغير صحيح لكن الإنسان يكثر من الدعاء قالت لي بس الناس يقولون ومجربين لا يا أخي هذا الدين الله مبت تجارب دين اتباع هذا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم نأخذها وما نهانا نتركها فمتأكد قلت له أنا بالنفس قلت له أعفوا أنت لي مش متزوجة قالت لا أختي طولي بالها شو لأمور طيبة ودنيا بخير والحياة يعني السعادة حسيت فيها متألمة يعني أختي الحياة مش واقفة بس يعني على السعادة مش مرتبطة فقط بالرجل وبالزواج والأبناء والذرية تنسانا مسلمة تصلي وتصوم وتعبدي الله عز وجل ومرجب خير وعندك والديك ومجتمعك وعملك وفلوسك وطاعتك وربك يعني جماليات الحياة حولت أختي الكريمة لا لا يزينت الشيطان ويوسوس لك هذا الشي أنه فقط أنا ساعاتي أنا أبغى تزوج وأنا ليلة الحين ودعي الله عز وجل ابحثي عن ساعات الإجابة ودعي الله عز وجل في الثلث الأخير من الليل بين الأذان والإقامة في سجود تغيرة أثناء الصيام في السفر هذه مواضع يستجيب الله عز وجل فيها الدعاء أكثر فيها من الدعاء بالنهاية لو الله عز وجل كتب لك خير ترى الحمد لله كم من الأخوات اللي كانت تتمنى لما تزوجت قالت يليتي ما تزوجت قد الله عز وجل يرجج الخير ما تزوجتي تعيشي بالطريقة هذه عزيزة مكرمة عند أهلك ولا تروحي عند إنسان يهينك ويذلك ويضربك ويحتقرك وما تجدي منه إلا التعاسى والتعب فأنا هديتها طمئنتها حسيتها رتاعت شوي جذية ورحت عنها وصل الله عز وجل بمنه وفضله وجوده وكرم وهي ما تتابعني أن يرزقها الزوج الصالح وأن يرزق جميع أخواتنا وبناتنا ومجتمعاتنا وكل من يعيش على هذه الأرض من النساء الأزواج الصالحين اللي يعينوهم على طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله وإستقرار وإستعادة والأنس والمحبة يا رب العالمين أدعوك بإسمك الأعظم أنت من لكل أخواتنا الأزواج الصالحين اللي تقرع عينهم تقرع عينهم بشفته ويسعدون فيه ويفتحوا بيوت مليئة بالمحبة والسرور والأنس والمحبة يا جوادي أكريم وأسأل الله أن يصلح بيوتنا جميعا وأسأل الله أن يهدي نفوسنا وأن يرزق كل زوجين سعادة لا تنتهي وأن يبعد عنهم حظ الشيطان والله يا أخوي الواحد يتألم الواحد يتألم لما يسمع عن قضايا الطلاق والمشاكل التي تصير في المجتمع فلان طلق توم الزوجين عندهم عيال عندهم طلاق طلاق نسب الطلاق أصبحت مخيفة وهذا الشيء يعني الإنسان من البعض كان رجال ونساء أكثر عن قبل يا أخوة أكثر عن قبل أنا والله اشتقتني أتكلم في مسائل الأسرة ومن زمان ما اتكلمت في مسائل الأسرة والبيوت والتعامل وغير أذكر أول ما فتحنا البرنامج كنا نتكلم في هذه المسائل ثم سبحان الله دخلنا في مسائل أخرى مثل ما تشاهفين وين وصلنا عفوا لكن إن شاء الله لا نعود بإذن الله عز وجل ونتكلم في هذه المسائل هذه المسائل المهمة جدا ولا بد نسلط الضوء عليها وأنا أتعمد أحيانا بين فترة وفترة في البرنامج هذا يعني حين موضوع طلق شي خصة وأنا أتكلم عن الفتوى ما يخصة لكن ما تهن لي يعني نفسي ما تقبل أني أنا أمر على باب أستطيع أني أدغضغ في بعض مشاعر الزوجين وما أقول كلمة ما أستطيع لأن أنا هذا التخصصي وأحب هذا الباب ما أقدر أنا أتكلم في شي الفتوى لكن أشوف أنا لحين وين شركت سأتكلم عن هذا لا يعني هذا أني أنا إنسان ما عندي ضبط وما عندي كلام أقوله عشان تذير سأشرق وغربه وغير خلص الحلقة لا والله هذا العباد مليان مليان والله العظيم مواد يعني أنا بعدني أتكلم وما أخلص فموجود المادة لكن أنا لا ما أقبل يا أخوة أنا ما أقبل أنا أحاول وأسعى ليل نهار جاهد والله أن الله عز وجل يرزقنا بيوت سعيدة بيوت مطمئنة بيوت مليئة بالمسرات والأنس والله المستعام الله يصلحنا جميعا يا رب العالمي النبي صلى الله وسلم من الأحاديث الجميلة اللي كتبتها كان صلى الله عليه وسلم يعني كان صلى الله وسلم يتحمل بعض العبارات القاسية إن جاءه أحد من الأعراب ويسأله لذلك عندنا في الحديث جاء الرجل أنس والمالك يروي لنا حديث قال نهينا أن نسأل النبي صلى الله عليه وسلم جاءت فترة النبي سلم نهى الصحابة لا تسألوني عن شيء فكان يعجبنا أن يجي الرجل من البادية يعجبنا إذا يأه واحد من بعيد ما يعرف أن الرسول الله ما نعنهم عن السؤال لأن هذاك يأتي يسأل ليس عند الخبار يسأل ونحن نستفيد ونسمع رضي الله عنهم كانوا حريصين على الفتوى وعلى أخذ العلم من نبي الأمة صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال فبينما نحن الجلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد داخل رجل من أهل البادية فقال على جمل فأناخه أناخ الجمل الحبيب ونزل ثم علق علقه علق جمله جاء قال لهم أيكم محمد وين يرجع معه هذا رسول الله محمد أنا لا نستجر أن نقول هذا محمد قال محمد أنتم تتجرون أنا أقولكم قال محمد في الحديث ما يصلاح هذا ما يصلاح في شريعتنا لابد يعني أن يكون نبي السلام له احترام وإجلال بيوم تخاطم وتتكلم فيه قال النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وهكذا نتأدب معه هذا الرجل جاء قال أيكم محمد وين أي وحد فيكم محمد فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قيل له ذاك المتكئ بين ظهرانين بين ظهرانين هذا الرجل أبيض المتكئ بين ظهرانين فقل هذا الرجل فجاء له فقال له الرجل يا ابن عبد المطلب شوف العبارات أنا حين أبغي أصل معاك لشيء أبغي أصل معاك شوف النبي صلى الله عليه وسلم كيف تعامل معه وهذا الرجل من أهل البادية وعبارته شوية شديدة أنت اليوم كإنسان الله عز وجل أعطاك شيء من العلم وتفتي فيه الناس قد تجد إنسان تجد امرأة صوتها شديد صرخت عليك عصبت عليك لابد أن تتحلى بالرفق والليم في التعامل مع من أتى يريد منك الفتوى مبتهجم على خلق الله هذا النبي صلى الله عليه وسلم فلما قال أيكم أين ابن عبد المطلب أين محمد فقال له النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم ها أنا ذا قال يا ابن عبد المطلب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم والله أجبتك والله أجبتك اسأل عني شو تبغي أيكم من عبد المطلب أين محمد فقال الرجل أني سائلك فمشددون عليك في المسألة هذا الرجل يقول أنا بسألك بشدد عليك في المسألة فلا تجد علي في نفسك فقال صلى الله عليه وسلم افعل أو سل ما بدى لك جلس يسأله النبي صلى الله عليه وسلم هل الله أرسلك هل من خلق السماء من خلق الأرض من بسط الأرض خلق البحار هل الله أرسلك إلينا رسوله هل الله فرض علينا خمس فروض هل الله فرض علينا الصيام هل هل اللي أبغي أوصله من هذا الحديث انظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كيف تعامل معه ما قامت صحابه و نهروه التأدى و تكلم أدل هذا رسول الله و ما قام كذا لا أخذ بكل أريحية قال سل ما بدا لك أنا محمد تفضل والله أجبتك بسألك بالله تبغي يعني بجويبك شو تبغي تفضل شيخ انظروا إلى الأدب انظروا إلى الرحمة اليوم نجد وبعض من يعني يسلك سبيل الفتوى فلان تعطيه رقم شخص فلان أنا مثلا يتصل بيش أنا ما أفتي فضل الله عز وجل و لا يجعلني من في يوم الأيام من يتجرع وأفتي أنا ما أفتي أحد أعرف قدر نفسي الفتوى لأهلها أنا هنا فقط يعني جامع شيء من العلوم و أتكلم فيها قال الله قال الرسول فأنا و أنتم سوايا أخويا كرام الفتوى لأهلها فأحيانا يتصل فيني زميل لي أقول له فلان يسألني عن شيء يقول له أخي أعطيك رقم واحد من مشايخ عندنا في البلد و أسأله لا 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 أبغي يكلمه ليه يا أخي هذا شديد وسلوبه جاف ما أحب أن أتكلم معه أنا أبغي أن أتكلم معك أنت شايف بسمتك و عيبتني طيب بسمتي حاجة ثانية ما لا علاقة هذا فتوى دين قال لا أنا أبغي هذا ما أبغي سلع عارفة مجربنا كيف مجربنا لما تسأل وتنبش يقولك والله العظيم مسلوبه قاسي وسلوبه جاف و يتكلم نعم ألوه شو تبغي فضل حلال حرام سكر بوجهك حتى مع السلامه بك بعضهم بالطريقة هذه يا أخوة لازم نكون صريحين لا تزعلون لا يا أخوة ما كان الرفق في شيء إلا زانة و ما نزع من شيء إلا شانة ما في عادي يتقبل منه تتكلمني بالطريقة هذه متصل فيك داك باب بيتك عبارة يا أخي استقبلني أهلا وسهلا حياك الله و عليكم السلام و حت الله و ركات تفضل أمر أنا في خدمتك والله يطوي العمر كذا 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 عندي إن شاء الله راح أجيبك هذه المسألة فيها كذا فيها كذا إن شاء الله أنا أفدتك واستفدت منك وسأت باتصالك ولا تحرمنا صوتك و معرفتك الطيبة و حياك الله مع السلام شو أجمل هذا الكلام هذا الكلام ما يأسر القلوب ليش أنا اليوم نسمع البعض يصف بعض الألماء بالتشدد أو متشددين سبب بعض هذه الأشياء الفردية أنا ما أعلم لا الحمد لله رب العالمين المشايخنا ما نعرف عنهم الخير والهدوء والسلوب الطيب وسماحة الوجه وبشاشة المحية و لا تسمع منه إلا الكلمات الطيبة يستقبلك كل رحبة تصدر و يغلق عنك الهاتف و أنت مطمئن تسكر الخط و تقول في قلبك و أودك بعدك تسترسل معاه من جمال حديثه لكن بعض حالات قليلة نقول إن شاء الله اللي هي تمارس مثل هذه السلوكيات فانظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كيف تعامل معه تعامل معه بطريقة فعلا يعني فيها شيء من من الأتهب و الوقار و الحكمة و الرحمة حق هذا الإنسان و ربما أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض عن بعض من سأله إذا كان السؤال فيه شيء من يعني فيه تنبيه على الأدب يعني أبو هرين رضي الله عنه و قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم جالس في مجلس يحدث القوم يتكلم رسول الله فجاء عربي فقال متى الساعة ما يصير أنا يرسي أتكلم أنا يرسي أتكلم أنت تقطع حديثي بالطريقة متى الساعة فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال بعض الصحابة لعله لم يسمع و قال لعله كره ما قال ثم لما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم قال أين السأل عن الساعة وين اللي كان يسأل عن الساعة قال أنا يا رسول الله قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة فقال الرجل وما وما أماراتها شو دلالة هذه الأمانة فقال إذا وكل الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة إذا شفت الأمور مناصب الجاه الإدارات الأشياء مثلا اعطوها لأشخاص مش هم أهل لها ولا هم يستحقوها فاعلم أن الساعة قريب نسأل الله أن يختم لي و لكم بالصالحات وهذا اليوم نشاهده وبكثرة للأسف الشديد هناك أشخاص ما يستحقون بعض الأماكن اللي يجلسون فيها للأسف ما يستحقوها هذه حقيقة فهذه علامة من علامات الساعة هذه علامة من علامات الساعة فأحيانا تنظر يعني إنسان تجد أن عبارته قاسية في السؤال ما عليك أن تعرض عنه حتى على قولتهم تقرصه شوي حتى يعرف أدب السؤال وأدب الحوار وكيفية الكلام معك وهذا فيه ملحظ جميل أنه ممكن لأحد يعقع عليك كلام ويعقع عليك شيء وكذا أنت تروح وتتكلم فيه ممكن لأحد أنا برد عليه وبأسوي يعني هذا الرجل رسول الله سأل متى الساعة رد عليه على طول لا تركه تركه حتى يعلم أن السؤال له وقت معين مو بعدين ترد عليه والله أخو أقولكم حاجة وأقوله على الهواء أنا الآن جالس على الشاشة هذه على المنصة هذه والله قبل شوي في تويتر أحساب يتهمني بأمر جدا سيء وجالس الحبيب يضيف مجموعة من الأشخاص اللي هم المشايق المبرزين في الدولة وكاتب أربع تغريدات كلها فقط عني أنا فيصل فيه فيصل فيه فيصل اتهام خطير جدا فيني أنا بمكان أتخلى وأعلق وأدافع عن نفسي لا أتركه خلى بيأتي الوقت إن شاء الله كل إنسان بيأخذ جزاه أو بيأخذ نصيبه وكيفية التعامل معه لذلك يقولون مبكل واحد إذا كل إنسان قام وتكلم ورشقناه بحجر ما ظل في الوادي حجر نسيت المثل يا أخي إذا كل من ناح وإذا كل كل ما عرف شو وأنتم كرام نبح ورجمناه ما ظل في الوادي حجر فالمقصود من الكلام مبكل أحد يقول لك شيء رد عليه رد عليه لا عطى الناس قدرها الصحيح تمشي أمورك وانت بسهالة والحمد لله رب العالمين إذن هذه مدرسة هذا منهج حيانا أبنك يأتي يأتي وعليك كلام زوجتك تعقلي كلام في أول الشهر مثلا جارس أنت في البيت توق داخل من الدوام ما تبتأخذنا السوق شو المانع أنك تسكت شوي تأخذنا فسك وتسعمرك ما سمعت شيء تحدى النفوس شوي كذا تتغدى وتخلص ترقد تقوم العصر كأنني سمعت تشتطرين السوق تبينسير السوق يلا قوم بس يعباتش خليني يوديش يسوق أنا أسألك سؤال لو سلكت معاه هذه الطريقة هي ما بتعرف أنه أنت كرهت السؤال الأول راح تعرف أنت كرهت السؤال والله يا إخوة لما نقف عند هذه الأشياء تعلم فعلا أن الرسول الله مدرسة مدرسة للأخلاق الفاضلة وصل الرسالة لنا احنا اليوم نمارسة في حياتنا فممكن شيء نكتب أنا عندي طبيعة يا إخوة في حياتي أمارسة أي رسالة تأتيني في الواتساب مثلا في أي مكان ما أستعجل في الرد عليها لأنني عرف في نفس اللحظة بيكون معصب وتوتر بكتب كلام قاسي وبأقل بغرد فيه أو برسله وبعد شوي ساعة لما أجي أقرأ اللي كتبته أنا شو سوي كلام خطير هذا بيزعل ريال هذا كلام مبسيط طيب ليش لأن أنت كتبت هذا الكلام في لحظة غضب في لحظة أن أنت ما كان عندك ميزان صحيح في التعامل مع الخطأ اللي صدر من زميلك لا يا أخوة يا كرام تريث شوي لما بتأتي بعدين من جديد بتقرأ الكلام اللي كاتب لك صاحبك هذا بتشوف عبارتك أصبح فيها شيء من اللين والشبقة والرحمة في التعامل معه ما راح ما راح ترد بهذاك الأسلوب بتقول في قلبك الحمد لله في أول الأمر الحمد لله أنا ما رديت عليه بعدين يوم بترد بتشوف أن أنت لا أمورك طيبة والحمد لله رب العالمين إذن شوفوا يا أخوة كيف نستفيد من هذه الأشياء لازم نستفيد لازم نتعلم من هذه الأشياء ونأخذ منها المفاتيح الطيبة التي من خلالها نسعد في حياتنا بإذن الله عز وجل طيب عدنا من الأمور الأخرى التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل معها ولعلنا نختم فيها النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفق بالسائل الذي جاء تائبا أنا جاني شخص ارتكب ذنب وقع بشيء جاني تائب تائب ما روح أشد عليه وصارخ عليه وعمله بأسلوب قاسي وأسجرة وأنهرة عند الناس لا يا أخوة لا هذا رجل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله هلكت شو أهلك هلكت يا رسول الله ما شو فيك قال يا رسول الله وقعت على زوجتي في نهار رمضان الرجل جاء مع أهله في نهار رمضان طبعا ما يخفيكم من هذه كبيرة من كبار الذنوب هلكت يا رسول الله قال وقعت على زوجتي في نهار رمضان جاي للنبي صلى الله عليه وسلم تائب شوف لي حل أنا شو سوي أنا يعني سولت لي نفسي وغراني الشيطان وفعلت ما فعلت فقال له صلى الله عليه وسلم هل تجد ما تعتق ما تعتق رقبة عندك شيء تعتق فيه رقبة قال لا قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين قال لا فقال هل تجد أن تطعم ستين مسكينان قال لا ثم جلس فأتي للنبي صلى الله عليه وسلم تمر فقال له صلى الله عليه وسلم خذ هذا تصدق به فقال الرجل أفقر منه حق منه أعطي أنا ما في حد لا ليس بين يعني ليس بين أنيابها ليس بين لابتيها أفقر منها ما في في هذا المكان اللي أنا عايشي ما في أفقر مني يا رسول الله أنا يعني أنت تعطيني يا عشان أتصدق فيه أنا أقول لك ما في أفقر مني في هذا المكان ما في أفقر مني فضحك النبي وقال أخذ وطعمه أهلك وضحك معه صلى الله عليه وسلم شوف انظر الآن إلى النبي صلى الله عليه وسلم كيف تعامل معه بشفقة ورحمة وحنان وابتسم في وجه ما تعامل معه بطريقة هذه ولا زجرة أنت فاسق كافور ما هي الكلام ما يصلح أجيك رجل يتصل فيك يا أخي أنا فلان صراحة فعلت كذا فعل خطير شو تقول له سكر عني التلفون الله لا يوفقك شو ليش يا خليش ترفق فيه شو فعلت والله فعلت كذا كذا الله يهدينا ويهديك ويوفقنا لمرضاته ويسعدنا ويسعدك يا ربي ويتوب علينا وعليك يا أخي الكريم يا أخي الفاضل الله يسعدك ويحافظك ويطهر قلبك ويبعد عنك السوء هذا الفعل كذا يا أخي ما أجملها الكلمة الطيبة الكلمة الطيبة تأثر قلوب الناس الكلمة الطيبة ولو كنت فضلا غليظ القلبي لم يفضوا من حولك ما في حد يبقى معك لم يفضوا من حولك ما حد يبقى معك إذا أنت إنسان صاحب عبارة قاسية وصاحب أسلوب قاسي ما حد يبقى معك لابد أن ترفق تترفق مع الناس لابد أن تهدأ مع الناس ما تروح تتعامل مع البشر بالطريقة هذه هدي وذكر الله وعين من الله خير وأمورك بتكون سلاسة بسهالات بإذن الله عز وجل لكن أنك تتعامل مع الناس بالطريقة هذه أسلوب قاسي وغيره والله ما يبقى لك أحد أنت تجد اليوم البعض يعني يرفض تماما أن يعرض شكواه لأحد المختصين لماذا يقول لك يا أخي لو أعرف هذا ما يسوي فيني أنت لماذا لا أخذ هذه الفكرة أنت لو أعرضت مشكلتك للمختص الفلاني الشيخ الفلاني المفتي الفلاني أن هذا يزجرك له ما سيزجرك إن شاء الله رح ينصحك ويبين لك حكم الله وشرع الله عز وجل ويوجهك للطريق الصحيح اللي فيه مرضات الله عز وجل وهو الصحيح لكن أني أنا أتعامل مع كل مخطي مع كل مذنب بالطريقة هذه بالأسلوب القاسي والله ما رح يبقى معنا أحد ما رح يبقى معنا أحد الكلمة القاسية ما يتقبلها أحد كل واحد فينا يحتاج الكلمة الطيبة موسى عليه السلام لما أرشده الله عز وجل أن يذب إلى فرعون قال وقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى شوف شوف كيف يعني فرعون اللي كان يدعي الإلهية الألوهية وكان يقول أنا ربكم الأعلى فرعون يقول أنا ربكم الأعلى اليوم إذا تبقى يتشبه واحد بالجرم تقول له أنت فرعون أخوك أنت فرعون ليش لأن فرعون معروف طاغي الكبير هذاك فرعون الله يقول لموسى يعني قولوا له كلام لين فقول له قولا لينا كلام معه بثلوب طيب وهذه لعله لعله يتذكر أو يخشى و يستجيب لنصيحتنا و لمرادنا اللي احنا نبغيه فما بالك أنا و أنت و احنا أخوة مسلمين نحتاج يا أخي نحتاج أنا و أنت الكلمة الطيبة اللي تأسر القلب الكلمة الجميلة اللي من خلالها نتسلل لقلوب الناس حتى نصل لمبتغانا أنا و أنت و أختي و أختك و زوجتي و زوجتك كل من يعيش و هذه الرسالة لكل ولي أمر سواء كان في العمل في الوظيفة مسؤول رئيس مرؤوس يا أخي الكلمة الطيبة اليوم عندنا الشيخ محمد بن زايد الله يحفظه و يرعاه هذه المحبة اللي كسبها المجتمع اليوم من وين جت من وين جت من الفلوس أعطانا فلوس هذه دولة طبيعية فيها ناس تشتغل أعطوهم رواتب لا و الله و هم و هم مش مقصرين معنا في هذا الجانب اللهم لك الحمد نحن عايشين في رغد من العيش لكن تلك الابتسامة تلك الكلمة الجميلة تلك ذاك التواضع العجيب اللي يأسر قلبك أنت لما تراه تدمعينك والله يا أخو الشاشة مجلسين جامل أحد الشيخ محمد يمكن أن يحين في بيته ولا داري عني أنا شيئا لسأقول على هذه الشاشة لكن هذه حقيقة لابد أن نتكلم فيها لما اتصف هذا الرجل الحكيم صاحب العقل الفطن صاحب النظرة الثاقبة سلك هذا السبيل سبيل التواضع للناس خفض الجناح كنا أسرى قلوبنا أصبحت أسرى بين يديه إذن يا أخوة كرام أختم بهذا الحديث العظيم ما كان الرفق في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه أسأل الله بمنه وفضله أن يرزقني وإياكم جميعا قلوب آمنة مطمئنة سعيدة مليئة بالحب والوئام أتمنى أن نستفيد مما قلنا شكر موصول لطاقم التصوير والمخرجين خلف الشاشات شكرا لكم متابعيني الكرام أسأل الله أن يجمعني وإياكم في جنات جنات النعيم أقول ما سمعتم وأستغفر ربي لي ولكم إنه جواد كريم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته اشتركوا في القناة